هي سجن كبير تلك المناطق التي تحكمها الميليشيا بقوة السلاح سجن يريد الحوثيون أن لا يغادره أحد إلا بإذنهم بما في ذلك أولئك الذين ارتضوا العمل معهم عقانا للحارات أو مسؤولين في المدريات فالجميع مقيدون في التحركات ووحدهم المشرفون من يمتلكون حق الإذن لأولئك بالسفر وفق وثيقة تتداولها وسائل إعلام وناشطون فإن ما يسمى وكيل أمانة العاصمة لقطاع الأحياء لدى الميليشيا ألزم مشائخ المديريات والأحياء وعقال الحارات والأسواق بعدم السفر بتاتا أو التحرك إلا بإذن والإذن هنا كما يفهمه اليمنيون مصدره المشرفون الحوثيون فكلما عدا قيادات الميليشيا ومشرفيها واجهات لا اعتبار لتوجيهاتها لا يقتصر التضييق والمنع من السفر كما قد يفهمه البعض عن مغادرة اليمن بل يشمل التحركات الداخلية وكما يشمل الراضين بالعمل مع الميليشيا فهو من باب أولى يشمل المواطنين الرافضين لملشنة الحياة وتحويل الوطن لمعتقل كبير ووفقا لوثائق جرى تداولها من قبل فإن ميليشيا الحوثيين سبق لها إلزام شركات ووكالات ومكاتب النقل والسفريات بتسليمها كشوفات بأسماء المسافرين وعدم السماح لأحد بالحجز والسفر في نفس الوقت وتمكن عناصر الميليشيا من تفتيش الباصات والمسافرين فيما تبقى مآس النقاط الميليشاوية والمنع والتضييق والاختطاف وفق الهوية مآس عصية على الحصر التضييق على اليمنيين لا يشمل تحركاتهم وسفرهم فالميليشيا وضعت في الحارات من يحصي على المواطنين أنفاسهم إدراكا منها أن هذه الأنفاس توشك أن تصبح زفرة ثورة تحرق باطلهم ثورة تصاعدت مخاوف الحوثيين منها مع تصاعد موجاتها في وجه أدرع إيران في العراق ولبنان ليخرج دمية الملال المشاط في خطوة امتصاص غضب شملت الإعلان أن معركتهم مع الفساد مفتوحة إعلان قابله اليمنيون بسخرية سقفها السماء وفق تساؤلات اليمنيين كيف يحارب الفساد نفسه أم أن الحوثيين الذين تمددوا على رقعة الجغرافية بقوة السلاح وضيقوا على اليمنيين تحركاتهم قد ضيقوا تعريف الفساد ليقتصر على السرقة التي تذهب لغير جيوب قيادات الميليشيا ومشرفيها ترجمة نانسي قنقر